السلام عليكم وهلوهلو مساء الجمال والسعادة عليكم يا احلى امراض يا امراض يا غليين على قلبي وحشتوني جدا جدا يرب تكونوا بخير النهاردة ويكون يومكو عد عليكم وانتو في افضل حال يرب ويرزقكم دايما السعادة وراحة البال اللهم امين اهلا بيكم النهاردة فيديو جديد الجزء التاني الفيديو مبارح احنا تابعنا مع بعض فيديو مبارح السعيدة المغربية وافكارها الجميلة جدا لزينة رمضان اراءكم كانت متفاوتة ما بين ان الستايل حلو وشيك جدا وبين ان الحاجات اوفر شوية بس طبعا في الاول وفي الاخر كل حد ولي زوقه كل حد ولي الجمال بتاعه فانا بشكركم على اهتمامكم بالتعليقات شكرا على اللايكات الحلوة بتاعتكم وعلى تشجيعكم وكلامكم الحلوة دايما وجودكم بجد على رصي من فوق بس النهاردة حبينا كده ان احنا ندخل في جو تاني جو تجديدات شوية مشتريات عملية للبيت بعيدا عن اجواء رمضان وكمان تجديدات في الستايل بتاع البيت بافكار سهلة وبسيطة قوي متأكدة ان هي هتعجبكم النهاردة كمان برضو فتعالوا نتابع مع بعض الفيديو لايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة واكيد طبعا يشرفني اشتراكك في القناة لو اول مرة تشوفيني عجبك الفيديو ما تنسيش السابسكرايب وتكتبيلي تعليق علشان اتعرف بيكي وارحب بيكي ان شاء الله في الفيديو الجانب يلا بينا بقى ندخل في الفيديو ونشوف التفاصيل وندخل في الجد كده بافكارها بجد الحلوة قوي في التجديد بتاع البيت ابسط حاجة ممكن نجدد بيها هي الوحدات اللي بقت دلوقتي منتشرة باشكال وبالوان وبستايل مختلف هنشوف 3 اربع اشكال كده منهم ازاي استخدمتهم في البيت بطريقة سهلة جدا بس طبعا لازم تختاره يعني اهم حاجة ان هي كون النوع نظيف خصوصا لو انتو بتستخدموه عنده منطقة فيها وما هي زي الحوض او الرخمات لازم يبقى النوع نظيف لازم يكون كمان حاجة تستحمل معاك عشان مش كل شوية عوضي تغيري وتكلفي نفسك عالفادي استخدمت الشكل ده جميل جدا جدا عند الرخامة بتاعة المطبخ ادت جوه مختلف وشكله مختلف كمان للحوض بتاعها وسهل جدا في التركيب يعني مجرد ان هي بتشيل بس الورق اللي هو الورق والداب الفيس بيبقى عليه فبتبدأ ان هي تلزقه بسهولة الخامة بتاعته كمان نعمة بتبقى سهل جدا في التنظيف في المسح فالموضوع هيبقى سهل تركيبه سهل التعامل معاه سهل وكمان برضو لما بتشيله بيبقى سهل كل ده هيعتمد على النوع اللي انت جايباه وتكون حاجة تستحمل معاك زي ما بقولكم علشان ما تبقيش كلفت نفسك ولا تعبت نفسك على الفادي هنا كمان برضو ده شكل الحمام عندها الالوان بتاعتها كانت عاملة لحيطة باللون الجري حبت ان هي تدخل الوان تانية وستايل تاني فبدأت ان هي تعمل بقى المرة دي الشكل اللي هو عامل زي خلية النحل ده الشكل السداسي شكله برضو حلو وجميل شوفوا يا الاول بتركب الوحدات عادي وبتغطي المساحة اللي هي عايزها وبعدين الفواصل بقى اللي بتبقى فضلة بتبدأ تقص من الحاجات التانية الجزء اللي تحت كملته ليه الكتعة اللي تحت والجزء اللي هي قصته الكبير اللي فوق ده كملت بيه الحيطة من فوق فطبعا بتستغل كل الكمية اللي موجودة عندها عشان تخلي الشكل في الآخر كله يكون مرتبط ببعضه برضو رسمة مختلفة وشكله مختلف غير من شكل الحمام تماما وداخل كمان فيه اللون الفضي مع المرايات اللي هي عاملها فتحسوا ان الستايل كله لايق مع بعضه فزي ما بنختار الخامة بنختار كمان برضو الشكل اللي يليق عندنا فبتبقى انواع مختلفة وتفاصيل مختلفة تقدروا ان انتو تختاروا طبعا براحتكم بس كلنا متفقين هي حاجة سهلة جدا ان احنا نعملها بكل سهولة ونبقى غيرنا الشكل بتاعنا كمان هنا برضو مع بعض كده نشوف الشكل التالت من التجديدات اللي عندها في البيت بس الشكل ده يعني انتو شايفين هي بدقة تحط هي الشرية الدبل فيس مش موجود الظهر بتاعه بوش لازق من وراه فبتثبتي انت اللازق بتاعك وبتبدأ ان انت تحطيها غيرت الجنب الحيطة اللي موجود عندها عند الكنبة بتقدر انتو بقى مثلا عمود عندك في البيت خلفية سرير خلفية تلفزيون زي ما هنشوف دلوقتي اي كورنر موجود تخلي فيه لمسة تغيير حلوة او جمال اكتر كده فيه ببعض الاضافات دي ممكن تكون تكلفته غالية انا معكم حسب طبعا الانواع زي ما قلنا وحسب الحاجة اللي تكون ممتازة او حاجة اي كلام بس بتحاول ان انتو شايفين المساحة ممكن ان هي ما تاخدش كمية كبيرة يعني وراه التلفزيون هنا مثلا ممكن اخدت مثلا عشر وحدات ولا حاجة فممكن ان انت ما تتكلفيش ان انت تعملي حيطة كاملة او تعملي قوضة كاملة انت بتعملي بس خلفيات او زوايا موجودة عندك في البيت فبتديك لمسة جمال في البيت نفس الوقت انت ما تكلفتيش كتير نفس الوقت برضو الموضوع ما كانش متعب ولا صعب عليك كان حاجة سهلة جدا فممكن احنا بابسط الافكار نعمل شوية التغييرات دي ده طول السنة بقى يعني مش شرط بقى مواسم او في المناسبات او في الاعياد وفي الحاجات دي احنا طول السنة يعني متاح عندنا الوقت ممكن لو انت حسيت بالملل فاي وقت اعتبقى حاجة سهلة هتفكي ده وتركبي ده موضوع مش مكلف ولا متعب تعالوا نكمل معاها بقية المشتريات بتاعتها كمان بتحاول تستغل لكل كورنر موجودة عندها منها تعمل اضافات زي الايات الكرآنية كمان برضو بدقة ان هي تحطها عندها كتابلو كده حلو مميز جدا على الحيطة هي لو تلاحظوا حنا قلنا الفيديو اللي فات كانت سيدة زهبية الستايل بتاعة كله الدهبي والابيض لكن لو تلاحظوا دلوقتي الستايل كله فضي فهي جات عليها وقت من الاوقات كانت بستخدم اللون الجري ده في حاجات كتير عندها في البيت ولما حبت ان هي تغير استخدمت اللون الدهبي فحتى احنا لو من الناس المحافظة قوي وعندها ستايل كده سايبت عندها في البيت لازم تبقى ماشي عليه التغيير مطلوب علشان ما نحسش بملل ويبقى طول الوقت عندنا البيت في اختلاف بس ده مش يعني انا مش معنى ان انا بقول لكم كده اللي هو طول الوقت غيري طول الوقت جددي او طول الوقت اشتري حاجات جديدة لأ طبعا احنا بنعمل حاجة وبنوضع عليها فترة بس التغيير مطلوب حتى لو بقى ابسط حاجة علشان ما يبقاش عندنا ملل طول الوقت من الحاجات اللي موجودة عندنا في البيت التغيير مطلوب تمام؟ تعالوا بقى نكمل معها بقية المشتريات بتاعتها كمان بعض الحاجات كمان بقى الخاصة لها زي ما هي ما بتجدد وزي ما بتنظم كل حاجة وتدي كده لمسات حلوة للناس اللي موجودة في البيت كمان حبت ان هي تعمل شوية تغييرات كمان لها بس ان هي تجيب المراية الحلوة جدا جدا بتمنظم الدخلي اللي جوة اللي بتبدأ ان هي بقى تحط كل الحاجات بتاعتها فيها كم ميسة كتا حلوين مع بعض هنشوفهم دلوقتي اولا هي بتنظم الحاجة يعني بتلملنا كل الحاجات من ادوات الميك اف بتاعتها او السكين كير او كل المستخدمات بتاعتها بدأت ان هي تحطها وتنظمها بالشكل ده كمان برضو فيها هوكات تنظم عليها الاكسسرس بتاعتها فيها كمان مراية مع اضاقة شكلها كمان حلوة قوي فيها كمان ميزة ان هي قطع الديكور لانها من برا فيها مراية فبتقدر ان هي طبعا تحطها في اي كورنر موجود شوفوا يعني لمت حاجات كتيرة جدا جدا وفي كمان مساحات اكتر لحاجات اكتر وفي نفس الوقت هي ديكور اضافت عندها لمسة جمال في القوضة لذيذ كمان ان هي ليها مفتاح يعني طبعا بقاشا نبعد الكلام ده عن الاولاد والاطفال ربنا يحميهم ويحفظهم بيحبوا الحاجات دي قوي ويحبوا يكتشفوا الحاجات دي فتقدر بكل سهولة ان هي تقفلها زي ما قلنا الليد اللي فيها بالاضاءات المختلفة شكلها حلو من ورا كمان فيها مجموعة من الرفوف يعني ممكن تستخدميها على الجنبين ككتير الديكور موجودة او تنظمي عليها حاجات فبرده كانت عملية جدا عندها في المشتريات الجديدة من التجديدات كمان بتاعتها بدأت تجيب البوت بتاع النباتات النباتات في البيت عموما بيبقى عطية جوه مختلف وشكل حلو جدا للديكورات بتاعتكم فبدأت ان هي تجيب البوت وتحط في الزرع بتاعها اللي طبعا صنوعي او تستخدمي بقى زرع طبيعي هي بدأت ان هي تديه في شكلين مختلفين الكبيرة والصغيرة بانواع ورد كمان مختلفة تبدأ ان هي تدي لمسة ديكور عندها كمان في البيت ممكن نشوفوا يعني الشكل هي غيرت حاجة بسيطة او الزرع موجودة عندها زي ما هي غيرت دست البوت اللي هي بتحط فيه فخلت شكل الديكور بتاعها بقى مختلف دايما ده اللي احنا بنقوله ممكن انت بابسط حاجة بس غيرتي مفرشة على طربيزة حسنت ان انت الغرفة بتاعتك كلها بقيت مختلفة رب ان شاء الله يقدركم ويعينكم ونجيب كده كلنا كل حاجة نفسنا فيها يا رب تعالوا نكمل كمان معاها بقية المشتريات افكار جميلة وعملية جدا للتنظيمات لو انت بتشتري قطعة اساس جديدة او حب ان انت تغيري من قطعة اساس موجودة عندك دوري على الحاجة اللي تكون فيها اماكن للتخزين او اماكن تستخدمي فيها حاجات اكتر زي ما بدأت ان هي تجيب مرأة جديدة عندها كمان برضو في الغرفة اللذيذة ان هي فيها ادراج تقدر ان هي تستفيد بالمساحة بتاعتها وتحط فيها حاجات اكتر وكمان برضو مع الاطقات والستايل لمس الديكور عندها كمان في الغرفة قد ايه مميزة جدا طبعا كل حد مننا ليه كده الدماغ بتاعته اللي بقدر ان هو يمشي على استايل او حاجة بتكون هو حبيبها كلكم ليكم زوقكم بجد اللي يجنن انا حب ان انا اشكركم على جروب الواتس بجد انتو عاملين شغل ما حصلش بشكركم جدا 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 بجد واحد بقى ياخد ثقافات من دول مختلفة افكار مختلفة وتشجعات بجد حلوة جدا بشكركم على كل حاجة حلوة انتو بتعملوها يا رب اكون انا كمان عند حسن ظنكم بتحاول ان احنا نشجع بعض على قد ما بنقدر فيا رب كلكم تكونوا تستفيدوا لو انتو لسه منضمتوش جروب الواتس موجود في وصف القناة موجود كمان في التعليق المسبب تحت الفيديو بتمنى ان انتو تدخلوا مع احلى اخوات في الدنيا بجد ما شاء الله عليهم بحبكم كلكم كلكم بجد وجودكم على راسي يا رب دايما كده كل واحدة منكم تكون فخر وشرف لبلادها تشكركم يا احلى اميرات على مشاهدة فيديو النهاردة كمان رب يكون عجبكم ببعض الافكار والمشتريات والتجديدات اللي كانت فيه ووصلنا مع بعض الاخر الفيديو ما تنسوش بقى لايكاتكم الجميلة ويتعليقاتكم الاحلى اللي دايما بتساعدوني بيها واكيد طبعا شراكك في القناة ويتنسي لو لسه مشتركتيش معنا شرفني وجودك في احلى عيلة في الدنيا ونتقابل بكرة على خير ان شاء الله بافكار جديدة وسيدة جديدة وتفاصيل جديدة عشان ناخد رجات لبيتنا عشان دايما نحاول نخليه في افضل صورة شوفكم على خير ان شاء الله يا اميراتي بكرة ويا سلام